انه محمد صلاح النجم المصري وان كان طبعا كنا نتمنى المسلم اللي بدأوا صلاح بشكل اكتر من رائع وما زال الحقيقة مستمر بيقدم مستوىات كويسة صحيح الخلاف مع يورجين كلوب اثر بشكل كبير صحيح بتعاد ليفر بول عن المنافسة على لقب اليوروبا ليج او على البريمير ليج في انجلترا خلاص هم برى الحسابات نتكلم النهاردة على السيتي والارسنل وهرجع لكم في الدولة الانجليزية لكن رغم ده يظل صلاح بالنسبة له موسم ناجح جدا على مستوى الارقام وده اللي خلاه ينفرد بتصويد جروب سوكر كافضل لاعب في اوروبا في السيزن الحالي بمشاركة طبعا نتكلم على عدد كبير جدا من نجوم الاوروبيين يعني لما تكلم النهاردة انت بتكلم النهاردة انه في اللحظة اللي بكلم حضر لكم فيها دي صلاح حصل على تصويت عدد كبير جدا من نجوم منهم كيليا نمبابي نجم طبعا بي اش جي منهم ايرلينج هالند مهاجم الفز في دورة الانجليزية ومهاجم منشست سيتي متفوق عليهم محمد صلاح محمد صلاح نسبته حاليا 26.7% والفارق بينه بينقرب منافسين اللي اعتقد هو هاري كين احنا عندنا مثلا كيليا نمبابي واخد 9.2% ايرلينج هالند واخد 9.3% هاري كين اعتقد واخد 10.4% نجوم كتيرة جدا وان كان الفارق زي محراركم شايفين على الشاشة صلاح هو اللي بالاخضر صلاح هو اللي بالاخضر في تاني رو بالاخضر نسبة الفارق بينه وبين اقرب منافسين ليه سواء كان ايرلينج هالند سواء كان كيليا نمبابي سواء كان فينيسيت جونيور فينيسيت جونيور يمكن كمان اعلى من هاري كين 11.9% من 10% القايمة بقى شاملت طبعا برناردو سيلفا نجم المان سيتي كول بولمر الحقيقة كول بولمر واحد من النجوم الدوري الانجليزي السنادي اللي مش فاهم ازاي السيتي استغنى عنه الحقيقة يعني يقدم يمكن يكون النجم الاهم في سكوات شيلسي السنادي واخد 1.9% لكنه بالتأكيد واحد من النجوم القادمة جدا وبقوة في الدوري الانجليزي في الدوري الالماني عندنا جوشوا كيمتش طبعا واخد اقل من 1% عندنا في الفاضن طبعا ما يستهلهاش بصراحة يستهل اكتر منها بكتير لكن 1.2% جود بيلنجهام طبعا نجم انجلترا ونجم الريال الحالي 10.2% وطبعا بطل الدوري وطبعا الليجة ومبروك للريال يلا كل حالة هنقول مبروك للريال طبعا الليجة الاسبانية وان شاء الله بإذن الله دورتموند هو بطل دوري الابطال عندنا طبعا هاملز طبعا نجم بروسيا دورتموند واخد 1% لو تروا مارتينيز نجمي طبعا واحد من النجوم الارجنتيني الهيلين بصراحة واخد اقل من 1% فبنتكلم بوكايوساكا طبعا نجم انجلترا والجانرز واخد 1% فنتمنى طبعا التوفيق لصلاح عشان يكون الافضل وتكون اولى جواز اللي يحصل عليها صلاح الموسم ده كافضل لعب في اوروبا نيجي بقى للسيتي والارسنل النهاردة مايفضكمش النهاردة مباراة من العيار التقيل النهاردة مباراة هي مباراة الحسم من وجهة نظري رغم ان لسه في جولة تانية لكن النهاردة لقاء السيتي مع تاتنهام هو لقاء اللي كله عشاء الكرة اي ان كان بقى انت بتشجع السيتي بتشجع تاتنهام او حتى بتشجع الارسنل اعتقد انه يمكن الاكتر جمهور هيشوف المطش ده النهاردة هو جمهور الارسنل ليه؟ القصة انه بعد ما ارسنل قدر انه يكسب منشستر يونيتد نتيجة واحد سفر قدر انه هو يوصل لصدارة الترتيب الفرق بينه الفرق بينه وبين منشستر سيتي مباراتين كده يتبقى ايفرتون للارسنل خارج ملعبه ويتبقى ل منشستر مطشين اولهم هو النهاردة امام تاتنهام لانه المباراة اللي جاية المباراة دي هتلاعب في لندن المباراة اللي جاية هتتلاعب فيه ملعب الاتحاد في منشستر هيلعب فيها هيلعب فيها امام وسطها والنتيجة هتكون واضحة الفرق حاليا الصدارة 86 للارسنل 84 لمن سيتي هلقى 85 لمن سيتي لو كسب النهاردة من سيتي المباراة يرجع مرة تانية لصدارة جدول الترتيب ويكفي الفوز في المباراة الاخير طب تاتنهام النهاردة موقفه ايه؟ تاتنهام اللندني طبعا بيسعى انه يحجز المركز الرابع عشان يقدر يشارك في بطول الدوري ابطال اوروبا السنة الجاية الفرقتين عندهم كرة محترمة جدا تاتنهام رغم انه في المركز الخامس لكن حقيقة واحد من افضل الفرق اللي بتقدم كرة على مستوى مميز مباراة هتساهم بشكل كبير جدا في تحديد بطل النسخة الحالية من الدوري انجليزي النهاردة بالليل الساعة عشرة مساء فاصل نستقبل بعد وضفنا في الساديسة النهاردة نجمل كبير كابتن عشرف ممدوح ونفتح معا ملف الاهلي والترجي